يعني بداية نبدأ حسين على أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعد أو رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتح باشاغا بعد أن منح الثقة من مجلس النواب تعهد تحت قبة البرمان على أنه سيمد يد للسلام لجميع القوى السياسية حتى المجموعات المسلحة في مناطق غرب بلاد السيما في العاصمة طرابس ربما بعد أسبوع من إطلاق هذه المبادرة مبادرة الحوار الشامل من قبل سيد فتح باشاغا هو يعيد اليوم من مدينة درنى شرق البلاد بعد أن ذكر ذلك في مدينة السرط يعيد التأكيد مرة أخرى على مبدأ الحوار كمبدأ أساسي ونهج أساسي لعمل حكومته خلال الفترة القادمة هو يسعى لتوسيع دائرة المشاركة في هذه الحكومة في هذه السلطة خلال الفترة القادمة قائلا كذلك أن حكومة الاستقرار الوطني حكومة كل الليبيين منحة الثقة من قبل مجلس النواب الذي يمثل غالبية الليبيين من كل المناطق والقليم في ليبيا كذلك كشف سيد فتح باشاغا على أن هناك ربما بعض الإشارات الإيجابية التي تصله تباعا من بعض القوى السياسية في ليبيا خاصة بأن عمل حكومته يرمي بالأساس بداية لإصلاح الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواضم بالإضافة كذلك لتاية الأوضاع لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بعد عام أو في أقرب الأجال كما يذكر سيد فتح باشاغا ربما هذه الدعوة وهذا التأكيد مرة أخرى من قبل فتح باشاغا على أن هناك حوار وطني جامع قد بدأه سيد فتح باشاغا بالتواصل مع مجلس النواب المجلس العلي للدولة مختلف كذلك التيارات والكتل السياسية المجميع المسلحة والتكتلات أو الكتل المسلحة في مناطق غرب البلاد وينتظر المزيد من النتائج حتى يستطيع العمل أو تستطيع عمل حكومته في كل المناطق في ليبيا سواء كان في الشرق أو الجنوب أو الغربة كما تعهد أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة الثالث والعشرين من فبراير من هذا العام طيب وبخصوص مجلس النواب عبدالعزيز هناك جلسة مرتقبة له في سرط هل من تفاصيل توفرة؟ يعني حسين جلست اليوم برئاسة النائب الأول لمجلس النواب فوزي أنويري أبرز ما جاء في هذه الجلسة هي عدة أمور منها مسألة مناقشة ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة النيابية مجلس النواب مع لجنة المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة المصرية القاهرة ما يعرف بمشاورات تعديل الدستور من خلال المصار الدستوري الذي جرى برعاية مصرية في العاصمة القاهرة والاستعداد كذلك في الجولة التي ستنطلق بعد نحو أسبوع من الآن كذلك جرى التصويت من قبل أعضاء مجلس النواب لأن الجلسة القادمة خلال الفترة القادمة ستعقد في مدينة سرط لمناقشة بندين بداية المصادقة على مشروع الميزانية المقدم من قبل حكومة الاستقرار الوطني وإن كان هناك بعض تحفظات من بعض أعضاء مجلس النواب ولكن سيتم المصادقة في هذه الجلسة المرتقبة بالإضافة كذلك لتمكين حكومة فتح باشاغا من العمل ومزاولة مهامها مؤقتا من مدينة سرط كما أخطرنا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى حين أن تتم هذه المشاورات التي يشرف عليها بشكل شخصي رئيس الحكومة فتح باشاغا حتى تنضق الحكومة بعد ذلك إلى مدينة طرابل سواء الأمر بطبيعة الحال يفتح العديد من التساؤلات مع إن كانت حكومة سيد فتح باشاغا ستستمر من العمل من مدينة سرط مع بقاء حكومة تصريف الأعمال منتاية الولاية برئاسة عبد الحميدة بيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر